يمكن متابعين الحقيقة بكل التفاصيل والفعاليات اللي بتحصل في مهرجان العالمين الجديدة وبقالنا فترة كبيرة بنسمع عن كمان مدينة العالمين الجديدة وأهمية مدينة العالمين الجديدة وكل التطور والمجهود الكبير والجبار اللي حصل في مدينة العالمين الجديدة عشان تخرج لنا وتخرج العالم بهذا الشكل اليليق باسم مصر الحقيقة ولو هنتكلم بشكل بقى عامش هنتكلم عن العالمين تحديدا نتكلم عن محافظة مطروح في الأولى الأخيرة شهدت محافظة مطروح اللي بتعتبر طبعا من محافظات مصر الحدودية وهي تاني أكبر محافظات مصر بعد محافظة الوادي الجديد محافظة مطروح عسمتها مدينة مرسى مطروح حين محافظة مطروح في الفترة الأخيرة بتشهد طفرة غير مسبوقة في التنمية في كافة القطاعات والمجالات وعدد جبار ومهول من المشروعات القومية تحديدا من 2014 لم تشهدها طوال العقود اللي فاتت واللي الحقيقة هتحقق التنمية الشاملة والتعظم لاستفادة من الإمكانيات الهائلة اللي بتتمتع بيها مطروح مصطفى صحيح ويمكن كل الناس لحظت تطوير طريق الدولي الساحلي مثل مطروح والتطوير اللي حصل بخطة الكباري الضخمة اللي اتعملت والمسهرات المحددة اللي فاكر كويس طريق الساحل ده كان عامل ازاي؟ كان يعني حاجة صغيرة خالص حرطين يعني مين واشمال؟ نهارده بقينا حاجة تانية خالص في خطة تنموية واستثمارية تضمنت مشروعات في قطاعات الطرق، النقل، الكهرباء، الكباري، الأنفاء غيرها من قواعد البنية التحتية شاءة كتير جداً ربما قدرت الاستثمارات العامة اللي رصدت لمحافظة مطروح في ميزانية عشرين 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 وعشرين وعشرين حوالي تلاتاشر مليار جنيه صحيح مصطفى ويمكن الحقيقة نتكلم عن محافظة مطروح محافظة مطروح فيها يعني موارد كتير جداً وموارد هامة جداً مش بس بتكلم عن السياحة لكن لا بتكلم أنه كمان موارد أخرى التين والبلح والزاتون ده بس لو تكلمنا على سيوة يعني أما باقي بقى محافظة مطروح فيها كمية موارد ربنا خاصها بيها كبيرة جداً فكان عشان نقدر نستغل هذه الموارد كان لازم أيضاً نهتم باللوجستيات فلو تكلمنا على اللوجستيات والتطوير اللي حصل فيها هي أنه في مطروح تم افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر مينة تجاري بمدينة الخيلة غرب مرس مطروح بحوالي 70 كيلو أيضاً المدن الجديدة لها نصيب من ثمار التامية تم إنشاء مدينة العالمين الجديدة بالسحل الشمالي وهي من المشروعات القومية العملاقة والمهم جداً الحقيقة على أرض مصر لو كلمنا على الطرق والكباري تم تنفيذ أمال مشروع ازدواك طريق سي ومطروح خطوة نحو تطوير الطريق بطول 300 كيلو متر ده بالإضافة تنفيذ شبكة الطرق الداخلية بمدن ومركز المحافظة كمان لست في مجالات وقطاعات أخرى يا مصطفى زي الصحة والتعليم وغيره صحيح الصحة يا ربما كان لها نصيب أيضاً من عمليات التنمية المستشفيات في محافظة مطروح شاهد الطفرة كبيرة جداً علشان تواكب ما يحدث من تطوير في الطرق وفي الإنشاءات السياحية بلغ عدد الوحدات الصحية المنشأة حوالي 507 بلغ الميزانية المقدرة لها حوالي 537 مليون جنيه صحيح يمكن وإحنا بنكمل كلامنا عن المشروعات التنمية العملاقة في مطروح لازم نتكلم عن التعليم لأنه التعليم من أهم العوامل اللازم الدولة المصرية كان لازم تليها اهتمام كبير جداً خاصة في هذه المحافظات التعليم كان ليه نصيب كبير جداً في محافظة مطروح من هذه الخطط التنمية وتم تخصيص أراضي بمراكز ومدر مطروح لبناء 11 مدرسة وإحلال وتجديد لعدد 10 مدارس ده غير التعليم العالي اللي شاهد طفرة كبيرة بإنشاء 10 كليات في جامعة الإسكندرية فرع مطروح لا ده غير كمان الكليات اللي فتتحت فيه كليات دولية وجامعات دولية فتحت أو فتتحت فيه مدينة العالمين تواكوباً مع الطفرة اللي بتحصل وحتى تكون مدينة العالمين يعني مقر مش بس مقر صيفي مقر صيفي وشتوي أيضاً لطلاب الوافدين لها المرأة لها نصيب أيضاً في إطار اهتمام الدولة في تمكينها في محافظة مطروح تم إطلاق عدد من المبادرات زي مبادرة انت أدها ومبادرة الكشف المبكر لسرطان الثادي وبلغ عدد النساء أو الإناث الملتحقات بالتعليم العالي وصلوا لنسبة 55% بلغ عدد المتدربات في مراكز التدريب المهني حوالي 82% في هذه المحافظة ولاقت أيضاً ترحيب شديد جداً من كل أهالي مدينة مطروح ده بكل تأكيد يمكن لو كلمنا بقى على تنمية التساحل الشمالي الغربي من العالمين للسلوم ده طبعاً بيأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية اللي حددها المخطسة للمخطط الاستراتيجي قومي للتنمية العمرانية عشرين اتنين وخمسين ساحل الشمالي الغربي بيمتد من العالمين للسلوم لمسافة حوالي خمس تلاف كيلو متر واللي بتستهدف معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 13% في السنة وتوطين خمسة مليون نسمة وتوفير مليون وخلسمية ألف فرصة عمل ودمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي كمان أيضا في مدينة رأس الحكمة بتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمال الغربي وحتى الكيلو 220 في مدينة مطروح متوقع عليها مستقبل سياحي باهر جدا خلال العشرين سنة الجايين لأنها بتضم عدد كبير من المقاومات السياحية الجاذبة للسياحة الشطئية والثقافية والتاريخية والنمط ده يشجع كثيرا على سياحة المهرجانات والاحتفالات صحيح ممكن احنا تتكلمنا عن إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي 11 مليون وخمسمية متى تكلفة مليار و351 مليون جنيه لإقامة مشروعات سياحية متكملة أعتقد يعني كل الأرقام دي أرقام كبيرة جدا يا مصطفى ليه حبينا نستعرضها مع حضراتكم دلوقتي لأنه منتقى البساطة الناس ممكن تختدل السحل الشمالي أو محافظة مطروح بالقرى السياحية اللي موجودة هناك بالإضافة حتى لمدينة العالمين الجديدة الحقيقة بالعكسة خالص ده محور كبير جدا ومحور نقدر أن احنا نستفيد من كم الموارد الطبعية الموجودة فيه إن كانت موارد زراعية أو معدنية أو حتى موارد بشرية لا والظاهر الزراعي فيها عظيم جدا جدا غير أي محافظة نحن نتكلم المحافظات بتاعة الدلتة أو الواد النيل الظهير الصحرائي فيها قدي وشوف الظهير الصحرائي بتاعة مطروح قدي وكمان زي ما انت قلت فيه زراعات أصلا مرتبطة بهذه البيئة الصحرائية أحسن يعني من أجود أنواع التمور بيطلع من سيوى زيت الزاتون كمان بيطلع من سيوى ده غير الطاقات البشرية كمان اللي موجودة هناك اللي كان يجب أن نتجه إليها ودي نقطة مهمة جدا عشان كده احنا حاولنا نستعرض مع حضراتكم أنه الساحل الشمائي الغربي ومحافظة مطروح لا تقتصر فقط على القرص السياحية الموجودة هناك ولا حتى مدينة العالمين الجديدة فقط ولكن مدينة العالمين الجديدة خلينا نقول أنها رمانة الميزان اللي تقدر أن احنا نحيي هذا المحور طول السنة